على هامش هذه المباراة طبعا المؤتمر الصحفي لم يحضروا كيروش اللي تلقى النهاردة الكارت الأحمر ما يهمش ولا يفرق معانا فحضر الكابتن ضياء السيد وقال نحن المنتخب الوحيد الذي لعب 120 دقيقة في 3 مواجهات متتلئة وقال اللاعبون لديهم إصرار وتركيز لقد تأسسوا جيدا في أنديتهم ونشكر الأندية وهو ما يظهر معدن لاعبين بقيادة محمد صلاح الذي يبث الطاقة في نفوس زملائه وقال لدينا مدرب كبير يتسم بخبرات السنوات ويؤهل اللاعبين بدنيا بشكل جيد وعن طرد كارلس كيروش قال الكابتن ضياء السيد طرده غير مستحق ونهدي له الفوز ولمساعده روجر دوساء لا أريد التطرق للتحكيم وما نعاني منه طوال البطولة ولكن إصرار اللاعبين يغير كل القرارات والأمور على أرض الواقع لدينا لاعبون وقائد محنك اسمه محمد صلاح أشكر الجماهير ومردود اللاعبين منح الناس الأمل أننا فريق قوي رغم أن المنتخب يضم ست لاعبين يخدون كأس الأمم لأول مرة اختتم كابتن ضياء كلامه قال سنفرح ولكن لم نحقق شيء بعد ويتبقى خطوة وأرجو من كاف أن يراجع موعد المباراة النهائية من أجل إرساء العدل والكرة الإفريقية تتقدم أتمنى أن يتغير موعد المباراة النهائية من يوم الأحد إلى يوم الاثنين مثلا وأتمنى يعني أن يحدث هذا الأمر بالفعل لأنه يا جماعة حاجة صعبة جدا النهاردة أنت لعب 120 ديئة زي ما قلنا وقابلها 120 ديئة وقابلها 120 ديئة في 8 يام وبعدين 48 ساعة وتلعب نهائي إفريقيا شغلانة صعبة 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 رجالتنا رجال والاتحاد الإفريقي لن يستجيب أنا أقول لكم هو قبل ما نتكلم في أي حاجة هو الطبيع أنه يستجيب إيه المشكلة أن أنت من الحد تبقى الاثنين إيه القضية ده أنت فضلك في ضيافتك فرقتين ما فيش غيرهم ومستعدين يا سيدي ندفع حتى مصاريف إقامتنا ما تبقاش على الاتحاد الإفريقي ما عندناش مشكلة في يوم لكن عملية صعبة وبعد أنت مبارح غيرت معادة الثالث والرابع كنت عامله لحد عملته السبت إيه القضية لما تخلي هذه المباراة يوم الاثنين تدينا نفس حتى علشان النهائي يليق بنهائي أمم إفريقي يليق بنهائي بطولة عظيمة أتمنى أنا عارف الاتحاد الإفريقي كثيرا ما كان عنيدا في قراراته أنا أعلم هذا تماما من خلال خبرية الطويلة مع الاتحاد الإفريقي وأعلم قراراته يعني لكن يبدو أنه هو بدأ يدي بعض المرونة لما خفض مثلا الغرامة اللي على كيروش من مائة ألف الخمسين ألف دولار رفع الإيقاف عن مروان داود بعدما أصدر القرار كان قليل بيعمل الحكاية دي بصراحة يعني فإذا كانت هناك مرونة حقيقية وتريد أن يكون هناك نهائي يليق باسم كأس أمم إفريقيا فلتؤجلها 48 ساعة أو حتى 24 ساعة يا سيدي ترجمة نانسي قنقر